يقول كنت عاقداً العزم إن شاء الله عندما جئي إلى المملكة أن أقض وفي نفس الوقت لدي اختبارات جامعية في بلدي وباستطاعة تأجيل تلك الاختبارات وقد نصحني بعض الإخوة بالزواج أولاً قبل الحج لكنني كنت إن العمر غير محدود ولا أدري وفضلت البدء بالفريدة فما هو رأيكم حي ما ذهبت إليه صحيح يدهوني جذاكم الله خيراً ما ذهبت إليه صحيح المبادرة بأداء الحج إذا تمكنت منه وسنحت الفرصة إنك تؤدي بهذا ركناً من أركان الإسلام كما فعلته من تقديم الحج والعمرة على الانتحان وعلى الزواج أمر لا بأس به من قد يقول هو الواجب عليه ما دينك تمكنت من الحج والعمرة ولم تحج قبل ذلك ولم تعتمر بقوله تعالى ولله على الناس اجو البيت من استطاع إليه سبيلا وقد استطعت الحج يجب عليك أداؤه إلا إذا كنت في حالة تخشى على نفسك من الشهوة والفتنة وليس عند تمال يبتسع للحج والزواج فإنك تقدم الزواج في هذه الحالة من عجل إنقاذ نفسك من الفتنة والرقوات المحروف جزاكم الله خير وحسنا إليكم